يروج قياديون في الإطار التنسيقي منذ أيام بأن زعيم التيار الصدري مقتضى الصدر يعتزم استقبال المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني وذلك بعد ثلاثة أيام فقط من تكليفه بتشكيل الحكومة ويتحدث قادة الإطار عن رغبة السوداني عرض تشكيلته الحكومية على الصدر والتفاوض بشأنها مؤكدين أن أبواب الحنانة لا تزال مفتوحة أمام الإطار لكن مصادر موثوقة في الحنانة ومقربة من زعيم التيار الصدري تنفي صحة هذه الأنباء في تصريحات ليون نيوز لا استقبال للسوداني ولا أي قيادي في الإطار القرار التخذ لا تحالف مع من سماهم الصدر بالتبعيين والفاسدين والميليشياويين ولا تقاسم للكعكة الفاسدة وما تبقى منها من فتات ويوم السبت أعلن وزير القائد صالح محمد العراقي في تغريدة نقلا عن الصدر بالقول نشدد على رفضنا القاطع والواضح والصريح لاشتراك أي من التابعين لنا ممن هم في الحكومات السابقة أو الحالية أو ممن هم خارجها أو ممن انشقوا عنا سابقا أو لاحقا سواء من داخل العراق وخارجه أو أي من المحسوبين علينا بصورة مباشرة أو غير مباشرة بل مطلقا وبأي عذر أو حجة كانت وفي وقت سابق أعلن رئيس الوزراء المكلف عن استعداده التام للتعاون مع جميع القوى سواء الممثلة في مجلس الدواب أو الماثلة في الفضاء الوطني وبحسب الدستور فإن أمام السوداني ثلاثين يوما لتقديم الحكومة الجديدة والتي تحتاج إلى تصويت البرلمان بالأغلبية المطلقة لكن رفض الصدر لتمريرها يعد العائق الأبرز أمام السوداني أمام السوداني